اشتركوا في القناة التي تريد او تفضلها في جهاز اندرويد تيبي بوكس لانه دائما ما اتوصل باسئلة عزيزة سواء من خلال البت المباشر او من خلال التعالق او حتى من خلال الرسائل الخاصة دائما ما تقول اريد يا اخي سعد جهاز تيبي بوكس ما هو افضل جهاز تيبي بوكس ما الفرق بين هذه البوكسة وبين هذه البوكسة سمعت شخص يقول ان هذه البوكسة هي اقوى بوكسة في الموسم واسئلة اخرى يعني تتكرر علي بين الفينتي والاخرى لانه كما سنلاحظ جميعا عندما سنتوجه لموقع اليوتيوب سنكتشف يعني مجموعة من الشروحات التقنية المخصصة لاجهزة التيبي بوكس حتى هذا الشخص يعني موجود هنا في القائمة لكن هو يشرح فقط طريقة ادراج التين تي الى البوكس تيبي يعني سنشاهد يعني عديدة هي الشركات والماركات من خلال مصادر محلية عربية وكذلك مصادر اجنبية ولكن دائما ما نحير في الاختيار سمعت شخص قال لي افضل بوكس اذا هذك هي افضل بوكس لكن عند شرائها اكتشف ان هي اكفاس بوكس حتى وان وجدتم فيديوهات خاصة بساعدة التقنية فهي فقط عبارة على مراجعات تقنية لبعض الاجهزة المقترحة على صناع المحتوى لعمل مراجعة لها بمقابل مادي او بشكل مجاني عبر قنوات اليوتيوب يعني فقط مجرد دعاية غير مباشرة يعني انا اقولها من قلبي الصادق اذا شاهدتم في يوم من الايام سعد يقوم بعمل شروحات لجهاز الكتروني ويشكر الشركات ويقول لك اشتريه من هذه الشركة او هذا الفيديو برعاية هذه الشركة فان ذلك الفيديو هو مرسل من طرف تلك الشركة اما اذا سمعتم ان سعد التقنية قال في يوم من الايام مراجعة تقنية لجهاز الكتروني اي راجعه بدون ذكر اسماء الشركات ولم يقل لك اشتريه لانه افضل جهاز فاعلم ان ذلك الفيديو هو من تمني او من مالي الخاص اشتريته لانه اعجبني وساشتغل به وقمت بمراجعته عبر قناة سعد التقنية اذا الان سوف اريكم الطريقة التي اتبع انا شخصيا في معرفة افضل البوكسات المتواجدة في مجموعة من المواقع الصينية فمثلا هذا الموقع اللي هو lightinthebox.com هذا موقع ايضا يعني شبيل مجموعة من المواقع الصينية التي تقدم مجموعة من الاجهزة ومجموعة من السلع والمنتجات هذه هي مجموعة من البوكسات يعني حرد في الاختيار مع الاسف ما هو افضل بوكس بالنسبة لي عندما اقوم بنسخ يعني اسم احدى هذه البوكسات اجد هناك الاشخاص قابوا بعمل شروحات له وكل الاشخاص يقولون انها افضل بوكسة وعندما اقوم بنسخ مثلا اسم بوكس اخرى كلهم يقولون نفس الكلام نفس او احسن وافضل بوكسة متواجدة في الوقت الحالي ولكن بالنسبة لي انا رأى انه الذي ايضا خيار لافضل بوكسة يعني لماذا سانتظر من شخص يقول لي ان هذه البوكسة اي افضل هذه البوكسة والفرق بين هذه البوكسة وهذه البوكسة ان هذه البوكسة افضل من هذه البوكسة يعني يمكنني ان اخسار بنفسي البوكسة التي يريد فمتى من خلال هذا الموقع وهناك مواقع شبيهة تقدم نفس الخدمة أو نفس الخاصية هنا يعطيني في الأعلى بوكس تيفي لدينا 342 بوكسة من الصعب أن أحذذ ما هي أفضل بوكسة بين 312 بوكسة فمثلا بالنسبة للمارك يعني الشركة هناك شركة معروفة كالتياومي كذلك البيلينغ كذلك النيكس بوكس كذلك طبعا تلحى جهاز الميني سمايل كالفويو كذلك الام اكس كيو الميكول يعني دائما ما أسمع أن هذه الأجهزة كل وأجهزة قوية ولكن أنا أريد أن أحذذ الخصائص التقنية المناسبة بالنسبة لتكلفة المادية وأيضا بالنسبة للخصائص التقنية التي سأعمل بها من خلال هذا البوكس تيفي فأولا مثلا سأختار شركة مثلا هناك مينيكس أو مثلا سأختار بيلينغ يعني فقط كاختيار عشوائي هنا كما نشاهد شركة بيلينغ لديها 17 جهاز من خلال هذا المتجر يعني كل متجر ستجد أنه الأجهزة تختلف يعني حسبها الكيمياء وحسب الطلب يعني هنا لدينا 17 جهاز من شركة بيلينغ يعني هل أريد يعني ميني بيسي يعني أعمل بنظام تشغيل يعني كالوينداوز أو غيرها مثلا كاليونيكس وغيرها أم أريد بوكس تيفي تعمل بنظام الأندرويد الشائع والمعروف أو لنظام الوينداوز بنسخ قديمة يعني مثلا أنا سأختار البوكس تيفي يعني أسمع البوكس تيفي هو الجهاز الوحيد الذي يقدم لي مجموعة من الخصائص يعني هنا سوف أكتشف أصدقائي الكرام مجموعة من البوكسات يعني بأشكالها وبألوانها من شركة بيلينغ التي تعمل بنظام يعني تعمل طبعا الحل بنظام الأندرويد أو حتى بنظام الوينداوز هنا مثلا سأختار الجودة فورمات الفيديو كلما كانت الفورما أو حجم الفيديو أو حجم الصورة أكبر كلما سوف يكون المعالج أقوى فمثلا إذا قلت الفول أش دي سأقول هنا يعني سأقول طبعا الحال معالج يعني تنائي أو رباعي النوات ولكن إذا قلنا الفوركا نقول الأوكتا كور يعني تماني النوات يعني تذكر هذا شيء جيدا سواء كان المعالج الروكشيب أو لحتى الميكول يعني هذه أفضل طبعا الحال شركات تصنيع الموارد الإلكترونية أو المعالجات يعني بشكل عموما التي تطرح هذه التقنيات يعني إذا قلنا الفول أش دي سنقول أتمنى منخفضة أو متوسطة قلنا الفوركا سنقول أتمنى مرتفعة إذا سأختار الفوركا لأنها هي طبعا الحال تقنية العصر أو يعني بدأ أن يعطيني طبعا الحالة تصفية لم يتبقى يعني هنا لديه ست أجهزة تعمل بتقنية الفوركا وكذلك طبعا الحال هي عبارة على البوكس تيفيك أريد نظام تشغيل كلما كان النظام قديم كلما يكون تمنى الجهاز منخفض يعني إذا قلت أن الفوركا هي جودة قوية بمعالج الأكتاكور سأقول أنه نظام التشغيل أمر ضروري لتشغيل خصائص متطورة يعني كلما كان النظام تشغيل متطور كلما أحصل على مزايا أفضل وأقوى من سابقتها فمثلا هنا تكلفتي متوسطة يعني بإمكاني أن أضع تكلفة قوية سأختار الأندرويد الأخير يعني النوغا أو السبعة نقطة واحد إذن هنا بدأنا نصل إلى التصفية النهائية سأختار مثلا بالنسبة لي رام أوريد رام 3 جيجابايت يعني أقوى ما يوجد في هذه الشركة هو رام 3 جيجابايت يعني DDR4 بالنسبة للروم أقوى ما يوجد هو 32 جيجابايت يعني هذا بالنسبة للاختيار الذي قمت به بالنسبة للواي فاي يعني هناك طبيعة حال واي فاي يعني آخر ما يوجد سأكتشف في الأخير هذا الجهاز هو أقوى جهاز بثمان ربعة وثمانين دولار يحتوي على جميع تلك الخصائص التي أحببتها فيه يعني سأراجع الخصائص تقنية مثلا الموجودة عليه رام 3 جيجابايت كذلك طبيعة الحال بروسيسور أمولوجيك 612 يعني 8 نوات أو أكتا كور هذه بعض الخصائص الأخرى يعني يعمل بنظام الأندرويد كذلك يتوفر على بلوتوت 4.0 هذه طبيعة الحال مجموعة من الخصائص تقنية أخرى 3 جيجابايت DDR4 كذلك طبيعة الحال يعطيك مجموعة من المداخل أو مجموعة من المنافذ هذا هو شكل بروسيسور يدعم الفيبناف وكذلك الهدر عشرة الافي او عشرة وكذلك طبيعة الحال يعني يدعم الافي او كوردك عشرة يعني هذه طبيعة الحالية الخصائص التقنية الداخلية وكذلك الخارجية التي يوفرها هذا الجهاز يعني هذه هي الطريقة التي أتبعها شخصيا لتحديد أفضل جهاز أندرويد تيفي بوكس موجود في السوق التقنية ولا أتبع أي طريقة أخرى لأن كما قلت لكم جميع الفيديوهات وجميع التدوينات التي تخصص لهذه البوكسات هي فقط عبارة على مراجعة تقنية وكذلك مسألة بيع وشراء يعني هناك طبيعة الحال أشخاص يتوفرون على متاجر في حياتهم الواقعية يستوردون مجموعة من هذه الأجهزة ويقومون بإعادة بيعها أكيد ويقوم بترويجها طبيعة الحال عبر قنواتهم على اليوتيوب أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو ولبيت طلبكم وطلب العديد منكم وأرجو طبيعة الحال أن تكون هذه الحلقة مفيدة بما فيه الكفاية أرجو من الله أن أكون قد وفقت وأضرب لكم موعد قادم مقبل في حلقات قادمة من سعدة تقنية شرفني بالزر لايك أمر مهم بالنسبة لي سوبسكرايب للقناة إذا كانت هذه أول زيارة لك ولا تنسى تفعيل زر الجرس لتتوصل بجديد الإشعارات أخوكم سعد دائما يحييكم من سعدة تقنية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر